السوبر بقى بمناسبة لأهلي والزمالك السوبر الأفريجي شايف المباراة دي إزاي ومن جمعة إن شاء الله أولا اللي حصل في اللقائين بتواء الأهلي وجرماية والزمالك والشرطة الكينية ده ملوش علاقة بالصور عشان بس إيه مانبنيش لأن شايف ناس كتير بقى سوشال ميديا وبرامجو بتاع وصح نطمننا ومش عاف والأهلي مش عاف إيه والزمالك لا نتيجة المباراة كل مباراة ليها ظروفة والأهلي والزمالك ظروف خاصة جدا يعني ظرف طارق يعني أي مباراة الأهلي بياخدها أو الزمالك بياخدها سواء في الدوري سواء في بطولات أفريقيا ليها ظروفة الخاصة لكن أهلي والزمالك ده ظرف طارق جديدة دي أهلي والزمالك ظرف طارق من ظرف خاص لكن مش عايز أقول أن هم مقييس مش عارف إيه ومالغاش مقييس كلام اللي هو يعني العبارات الإنشائية اللي هي متداولة دي ولكن في دوافع بالتأكيد الدوافع تختلف عن مطشم مثلا خلاص أنا كان يهمني أن أنا أوصل في الكونفدرية دول المجموعات وأوصل في دور الأبطاد دول المجموعات فبقى أقل مجهود والمنافس مش عايز أقول متواضع برضو يعني دي ناس بتجتهد في حدود الإمكانيات المتاحة لي بس بالمقارنة بالزمال كله أكيد طبعا موضوع مختلف طبعا الدوافع هتختلف أفكار كل مدرب هتختلف يعني إيه الدوافع هتختلف الدوافع مش واحدة لا هتختلف لا هتختلف عن الموضوعات دي دوافع تختلف طبعا لا كلا الفريقين عندهم نفس الدوافع ماشي كلا الفريقين طبعا كل جهاز فني ليه أفكاره مين الأجهز بقى والحالة الفنية لكل فريق وأي ظرف طريق يحصل في مباراة يعني إحنا لو رجعنا كده بس 48 ساعة ماتش برشلون خلاص الناس كلها عارفنا برشلون هيكسب طايح في الدوري خمس وموريات فوز وأول الدوري والكلام ده كله الضوطة من 3 سيطرت خلص الماتش ركب مناكل المباراة وخلص 2 واحد صحيح فأنت أي ظرف طريق من دول ممكن يحصل يتعبلك في أفكارك كلها صحيح كرة بالغلط هدف عكسي فأنت حالة الفريقين في المباراة الأهدأ الأكثر تركيزا كل دي حاجات متحطة في الحسبان الأجهز اللي عنده دكة مدلاء أقوى اللي مدربه من الأجهز ومن اللي عنده دكة مدلاء أقوى الأهل على الورق أو على الشكل العام أو على الظرف العام لكن قد يكون أداء الزمالك زي ما تقال مثلا خداع سراتيجي في المباراتين جمهور الزمالك مش راضي والناس مش راضية عن أداء الزمالك في المباراتين وشايفين أن البوليس الكيني كان ليه فرص كتير في المباراة الأولى في الزهاب ومبارح أحرص هدف وكان عنده عامل خطور أعزى مالك لكن ده مش مقياس مش مقياس ليه اللي عيحصل في المباراة لكن أيضا ما شافوش صفقات جديدة ما حدش شافها ما حدش يعرف عامل قد يكون فيه دفع بعض العناصر اللي جات من الصفقات الجديدة في مباراة يعني ممكن اللعيب بولندي ده مش مستدي ممكن يكون عنصر مفاجأة ممكن محمد حمدي يلعب بك شمال يعني ده من العناصر اللي ممكن اللي أنا حاسس إنها ممكن تاخد في المباراة ممكن عمر فرق مهاجم الجديد الآلي في المباراة دي الآلي في المباراة دي هيلعب بالتشكيلة دي اللي لعب بها النهاردة مباراة العودة ومباراة الزهاب ها هيو إيه التشكيل هيا دي التشكيل هيا دي التشكيل هيا دي التشكيل يعني ما اعتقدش انها هيعمل تغيير لانه لعب بالمطشين وواضح انه مثبتها اه الافكار بح تختلف وطريقة اللعب ح تختلف والجمر ح تختلف والتكلفات ح تختلف لكل لعيب انت اما بتواجه الزمالك غير ما بتواجه نص ملعب الزمالك اللي فيه عبدالله السعيد وناصر ماهر واحمد سعيد زيزو غير ما بتواجه الجرمان يكين والتكلفات هتختلف من فريق لفريق كل ده ظروف مختلفة جدا الاجواء هتبقى عالمية وطائم التحكيم والكلام ده كله والبس التلفزيوني والكلام ده كله يبقى بقى الجزء الفني ويبقى بقى خمس تيام دول خمس تيام دول عمل شاق حقط تحفيز كل جهاز فني يدرس عناصر القوة والضعف اللي عند الفريق. طبعا يعني زي ما قلت في الأول. الأهلي الأجهز. أو الأثبت والأهلي. وقع أصر استقرار يعني أن مرس الكولر. جاب احتياجات. طبعا. يعني الجهاز الفني للأهلي جاب احتياجات. بمناسبة جاب احتياجاته دي. نهاردة مرس الكولر في تصحات بعد المباراة قالك أنا مش هضم العيبة جديدة في المركات والحالي إلا لو في إصابة ولا حاجة. آه. انت شاف الآن قائمة النادي الأهلي مكتملة. لا. مش مكتملة. لا طبعا. نايسها ايه. نايسها مهاجم رقم واحد لازم مهاجم مع مصام ومع جهربة نفعش تخوض السوبر المصري والسوبر والكونتينينتل وانت هتلعب البطولة كلها بعد كده في قطر باتنين مهاجمين. صحيح. كل دول قبل يناير. كل دول قبل يناير. عشان هو قال منه هتجيك في يناير. لأي زرف طاري. صح. لأي زرف طاري. صح. يعني مش هتعمل تبديل وطوفيه. يعني لو اقع منك حد لقدر الله بإصابة بإيقاف. فأنت هيبالبديل ايه هتعمل تبديل برستاوبة ومحمد محمد طار والكلام ده. طب ليه ليه تزنق نفسك كده. فلا. كان مفروض يبقى فيه سعي في الفترة دي تعاقد حتى وان كان مع يعني طبعا مش شاف مهاجمين في مصر. مش شاف مهاجمين في مصر. يعني رأس حربة يلعب أهلي في مصر لأ صعب. مش موجود. يعني بالليبل ده اللي هلعب في الليبل ده اللي هو بتاع انتركنتيننتل. وبتاع آآ آآ وبعد كده كده سوبر المصر والسوبر الأفريقي آآ يعني قولك سل العالم في خمسة وعشرين. لكن ده هيبقى صعب جدا. آآ لا فكان لازم يبقى فيه مهاجم دي ضرورة جدا. آآ ممكن لو أنا محتاج جناح ممكن أجيبه في يناي. لكن مهاجم كان محتاجين كان الأهل محتاج كان محتاج مهاجم لكن المشكلة في الزمالك أن الزمالك جابت صفقات الجماهير اللي بحتاجها